كل واحد فينا وكل واحدة فينا بنحب ان احنا تكون شخصيتنا خلابة تجذب الاخرين الناس يحبونا يستلطفونا طيب احيانا بيكون نعمة من ربنا سبحانه وتعالى ان احنا بنتولد بخصائص معينة بصفات معينة لكن كل حاجة في الدنيا ممكن ان احنا نتعلمها ممكن ان احنا نكتسبها فهل ممكن ان احنا نتعلم ازاي تكون شخصيتنا شخصية خلابة وجذابة اه ممكن وانا لخصتهم في اكتر من نقطة سبع نقاط او سبع حاجات لو عملناهم وخدنا بالنا منهم هنقدر ان احنا نشكل شخصيتنا شفته حتى الكلمة بيقولك شخصيتك بتتشكل من البيئة اللي حواليك شخصيتك بتتشكل من الفترة مثلا فترة الطفولة بتتشكل يعني احنا كأننا حتة سلصال وقاعدين نشكل بدل ما نسمح للاخرين او للظروف انها تشكل شخصيتنا احنا بقى اللي نشكل شخصيتنا طيب تعالوا نبتدي فيهم واحدة واحدة دخولك لاي مكان يكون دخول نطيف في ناس دخولها اول ما تدخل عليك كده تحس ان انت قلبك انقبض طيب ايه اللي بيخلي دخول الاشخاص في مكان ما او على مجموعة ما دخول لطيف حلو يقولك تدخلتوا علينا كده حاجة جميلة خالص وده حاجة انا قررتها لكم قبل كده وهو الانتباعات الاولى والانتباعات الاولى دي مش شرط مع الاشخاص اللي بيشوفونا الاول مرة ممكن حد يشوفك ويقولك انت زعلان ويقولك انت مبسوط ده انطباع انا شايف كده حاجة فيك قدامي فاخدت الانطباع ان انت مبسوط ان انت النهاردة فرحان انت النهاردة عيان انت كذا انت كذا فاول ثواني في دخولك مكان ما له عوامل كتير قوي منها اللبس اللي انت لابسه حتى في البيت ما بين الازواج ما بين الاب والام وأولادهم لما نلبس حله لما نلبس لبس لطيف لما نلبس بشياكة لما تبقى ريحتنا عطرة لما يبقى منظرنا حلو عينينا حتسر لما تشوف المنظر دو راجل أو ست انا الكلام اللي انا بقوله ينفع راجل أو ست وفي اي سن صغيرين كبار في اي سن فيبقى المظهر الحاجة التانية المشيا المشيا المنكسرة بتخلي الناس تحس ان انت انسان منكسر وفي نفس الوقت تتمشي المتعنتزة او يا عم دا شايف نفسه دخولك كمان فيه اللي بيدخل بسخب يبقى فيه مثلا حوار شغال يدخل هو يوقف كل حاجة ويوقف اي حوار ويدخل كده مش عارف ايه دخول يكون دخول هادي دخول بشوش وحلو وجميل سلام عليكم ازيكم لكن مش مش عارف ايه وزهي وعا وعا انا اعرف ناس يعني انا بكلمكم على حاجات يا امه انا وقعت في الغلط وعملتها يا امه شفت ناس قدامي بيعملوها شوف انت لما بتدخل المكان دخولك بيبقى ازاي تونك صوتك الكلام اللي انت بتستخدمه ازاي بتسلم علي الناس السلام كمان بتلاقي فيه انواع كده من السلام سلام عجيب بتلاقي اللي عمال تاك 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 ايه ده السلام البشر اخترعوه ايدين بتسلم وبتلمس بعض عشان توصل رسالة معينة اهلا انت وحشني بتلاقي مثلا في ميتنز نين مثلا رئيس الشركة دي مع رئيس الشركة دي يا ملناقف ده شفته كتير قوي كله عاي فيهم بيضغط على ايد التاني ومش عايز يسيب التاني قبل ما 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 التاني هو اللي يخلع ايده ليه؟ لانه بيقول له انا اقوى منك انا دومينانت عليك شوفوا مثلا رئيس ترامب او مثلا توم كروز في ميتنج مع اللي هو الرئيس الساينتولوجي شيرش قعدوا بتاع 30-40 ثانية يسلموا على بعض كل واحد فيهم بيحاول يوصل للتاني ان انا اقوى منك انت اللي تسيب الاول مش انا اللي سيب فسلامك سلامك على الناس شكلوا ايه؟ حتى لو مش هسلم بالايدين يقولك ايه؟ الويف بتاعت الاميرات تكلمين دلوقتي بقى للبنات والستات ببساطة بالراحة كمان يعني دخلنا على المكان خصوصا لما يبقى فيه اكتر من شخص موجود اهتمامنا بشخص معين ونحن نقضي وقت طويل في ان احنا نسلم عليه بيحسس اللي موجودين بالتجاهل بيحسس الموجودين ان احنا متضايقين ففجأة بتلاقيهم وهم خدوا رد فعل واحنا مش عارفين احنا عملنا ايه؟ نوزع اهتمامنا على اللي موجودين دي بتحصل قوي في التجمعات العائلية او بين الاصحاب تلاقي اتنين مثلا ما شافوش بعض من زمان سلم عليه بحرارة لمدة خمس ست ثواني وسلم على البقين وارجع له تاني عشان البقين ما يحسوش بالتجاهل فدي اول نقطة نقطة التانية هو ان احنا لما نكون مرتحين من جوانا ومش مضطربين حيبان علينا ده فالناس تحس بالارتياح وهي بتتعامل معنا لكن اللي على طول متوتر اللي على طول مضطرب اللي على طول حركته يتحرك ومش عارف ايه ويبقى عينه هنا وعينه هنا لما نبقى مرتحين مرتاح مع نفسي انا مرتاح جوه جسمي انا مرتاح دايما ده حينعكس على الطريقة اللي بتعامل بيها مع الاخرين طيب احنا مش مرتحين طول الوقت في مواقف معينة ابسط المثال مثلا لبسة جزمة بكعب ولبستها طول النهار ورجعت البيت لقيت مثلا فيه تجمع او لقيت فيه ناس انا متقلمة قبل ما ما ادخل عليهم احاول اريح نفسي يمكن اعلى عشوز بتاعي هم رجليها ترتاحة ومعنما سلم على الناس ما بقاش حاسس بقلم من جواي فنشوف من جوانا احنا ليه مش مرتاحين احنا ليه مضطربين يمكن جعان يمكن عطشان يمكن مصدع يمكن كذا يمكن كذا ولما نبقى في هذه الحالة نحاول ان احنا ينفهم الناس اللي قدامنا بسرعة ان احنا حاسين بهذه الحالة او ان احنا نتجنب ان احنا ندخل لهم او نروح لهم واحنا حاسين الاحساس ده فمهم جدا ان احنا نكون مرتاحين سواء في الابسنا سواء في جسمنا مش حاسين بالألام مش حاسين بحاجة زي كده لان ده بينعكس على الطريقة اللي بتعامل بيها مع الناس وهم مش عارفين انا فيها ايه فبالتالي ايه ده هي فيه ايه انا علمت ولادي انه لما يلاقوني في حالة معينة يقولولي ماما انتي متضايقة ولا اقولهم لانا نصدعها شوي طب خلاص هنجيلك بعد شوي وانا بحاول افتكر ان بعد ما خلاص اهدى والصدع بتاعي والميجرين بتاعي روح اروح اكلمهم واتعامل معهم ممكن مثلا لو في يوم انا متعصبة عشان يعني احيانا بيبقى فيه allergic reactions بتحصلي ببقى irritated ببقى متضايقة ببقى كذا بقولهم انا النهاردة تعبانة عندي كذا وده مدايقني وده مع الصباح لو فيه ميتنج معين اه لو اقدر اقجله او اعمله ريس كجو اللي بيكون احسن لو دخلت الميتنج وانا قريدي في هذه الحالة بقول للناس اللي في الميتنج من البداية معلش انا النهاردة اه تعبانة شوية فهنحاول ان احنا اه نكمل الميتنج بالشكل ده تالت نقطة بقى ودي حاجة اتكلمت عنها كتير قوي لبت سامة لبت سامة يا جماعة اه النهاردة افتكرت اه مش عارفة ايه اللي فكرني بالموقف ده وكنت راحة بسأل على اه مخدات بشكل كده مثلث اه لوالدي عشان يرفع دهره ففي اه ناس قالولي ان في حد اللي هو اللي بينجد الكنب والحاجات دي فدول باكيد طبعا بيشتغلوا في الفلسطة فانجا قالولي يروح يسأليه وهو ممكن يجيبلك ويعملك واحدة ويفصل لك واحدة دخلت على الراجل سلام عليكم عزي بدون ما اقول اي حاجة بدون ما اعمل اي حاجة يمكن ما اعرفش افتكرني واحدة جاية تطلب منه حسن ولا ايه ما اعرفش حتى ولو رد فعله دايقني جدا فلاقيت نفسي بتغير في التعامل معاه وبتعامل معاه بطريقة بعد حتى ما طلعت من المحل قلت ايه ده انا كلمت الراجل كده ليه لقيت ان الطريقة الاولانية اللي كلمني بيها خضتني ايه ده هو بيتعامل معاه كده ليه فلما نحولها كده لعادة ان احنا نبتسم كل ما نشوف اي حد والابتسامة بتبقى بالوش والعينين بتبقى بالقلب الناس كلها عندها مشاكل انا عندي مشاكل انت عندك مشاكل انت عندك مشاكل ولكن يعني نبقى رفقاء بنفسنا وبالاخرين يمكن الابتسامة اللي هي ثانية ولا ثانيتين دي تخفف شوية من وضقة المشاكل والتعب والطحن اللي احنا فيه كل يوم ما تفتكروش لما تشوفوا اي حد مبتسم ان هوا ما عندوش مشاكل ده ابتسمته دي نعمة من ربنا سبحانه وتعالى انعمها عليه عشان يهرب شوية من المشاكل اللي عنده خدوا 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 بس بس سيل بنعجب بنعجب عمر نقولها فابت ابتديت انا كمان اقولها فاخدت قرار بيني وبين نفس ان انا لأ انسان بني آدم سيدة فاضلة رجل كذا 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 ان انا استبدل هذه الكلمة بكلمات تانية تقليف مستوى كلامي شوية انها تعلي الكلام اللي انا بقوله احسن واحسن خمسة بقى هي لغة الجسد وفي هتلاقوا فيديوهات كتير قوي على لغة الجسد بس خدوا بالكم انتو بتسمعوا كلام مين لان في ناس فعلا فعلا ما عندهاش خبرة بتقول اي كلام وخلاص وانا سمعت حاجات بصراحة يعني اللي انتو بتقولوه ده غلط انتو انتو مقاريتوش عن لغة الجسد انتو احنا لما بنتكلم بنتحرك من لين بنيجي كده بجسمنا ولا بنقعد كده ولا لما بترفع بتحط رجل على رجل ولا لما بترفع مش عارف ايه لما بتتكلم بأديك فيه اشارات معينة لما وشنا بياخد اشارات معينة انا بشجعكم لدي كلنا مع انا سيل فونز اعملوا فيديوهات لنفسكم وتفرجوا على نفسكم بتتكلموا ازاي بتحركوا اديكم ازاي بتعملوا ايه والحاجات دي الناس بتتعلمها يقولك مثلا ده كورس اتيكية الامراء والاميرات يعلموها تاكل ازاي بيعلموها تلبس ازاي بيعلموها تتحرك ازاي بيعلموها تستخدم ادها ازاي عارفين لو عملتوا اديك وكده فيه كده فيه كده هو ده المساحة اللي نتحرك فيها لو بعد قوي كده انا دخلت مساحة شخص اخر كل واحد فينا حوالي الاسبيس بتاعه حوالي المساحة بتاعته لو انا دخلت حتة تانية فانا كده اي اي انفيد ادر بيبل سبيس دخلت في حدود الناس التانية احنا شعوب بنحب بنلمس بعض و ايه هتكفك ومش عارف ايه والكلام دو نبقى حارصين على هل مستوى العلاقة والقرب بيننا يسمح لي ان انا اعمل ده ولا لا لما انا بتكلم مع والدتي لما بتكلم مع صاحبتي اللي بقى لنا 40 سنة صحاب مع بعض لما كذا لما كذا فيه بيننا نوع من القرب مختلف تماما عن لما اتكلم حد اول مرة اشوفه او فيه بيني وبينه مسافة نفسية فلازم ناخد بالنا قوي من الحركات الجسد من لغة الجسد اللي اللي اما بتتوافق مع الكلام اللي بنقوله وبتأكده فبالتالي بيبقى حاجة لطيفة اما بتتعارض مع الكلام اللي بنقوله سادس نقطة بقى هي التوازن في الحوار عمر ما فيه شخص طاغي على الحوار ومش مدي للناس اللي قدامه فرصة ان هي تتكلم وبيتقال عليه ان شخصيته شخصية جذابة لو حصل ان احنا دخلنا في حوار وابتديت اتكلم لازم ادي فترات اسكت فيه عشان ادي الشخص التاني فرصة انه يتكلم لكن في بعض الاحيان بيبقى الشخص الاخر مستمتع بالكلام اللي انا بقوله مدام حسيت بهذه الاشارة صريحة ان هذا الشخص مستمتع بالحوار ومستمتع بالله انا بقوله ومش عايز يعني يضيف اضافة اخرى او او يدخل في الحوار اكمل لكن نشوف نفسنا ودي يعني اشوفها في الاعداد اللي فيها اتنين وثلاثة واربعة وخمس اشخاص تلاقي فيه شخص من الاشخاص قاعد هو اللي ماسك الحوار كله قاعد عمال يتكلم وقاعد عمال يحكي وقاعد عمال يقول واللي حواليه سكتين مش سكتين عشان مبسوطين من الكلام اللي بيقوله ده هم سكتين عشان هم مرغمين لان هو طاغي قوي قوي على الحوار ده شخصية مش جذابة والناس يعني لو فوتتها مرة مش هتفوتها تاني ومن وراء بتقول يا شخص رغايد كذا 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 في مرة من المرات كنت بتدرب في مصدع من المصانع وكان فيه مديرة ادارة الجودة ودخلت ان انا اتكلم معاها وهي فضلت سكتة فضلت سكتة وبعدين وصلتني كده رسالة ان هي قالت علي دي رغاية قوي ساعتها فكرت فكرت ان انا مفهمتش سكتها انا دخلت قعدة معاها كانت بتكلمني على موضوع معين على حاجة معينة وانا عادت اقول لها احنا درسنا كذا وكذا وخدنا كذا وعملنا كذا وكسوينا كذا انا كنت في موقف اللي لازم اتلقى منها انا راحة اتعلم منها مش راحة اكرلها المنهج واقول لها على اللي احنا تعلمنا هي عارفة احنا تعلمنا ايه هي بتديني خلاصة لقيتها سكتت واعدة مستني انا ترجمت هذا الصمت انه استمري قولي اكملي فنبقى ازكية فنحنا نشوف التلميحات اللي الشخص التاني بيدها لنا ونسكت كل فترة عشان ندي فرصة للشخص التاني ان هو يرد علينا وان هو يكلمنا اخر نقطة هي المجاملات حتى كلمة مجاملة جميلة جدا جاية من الجمال اي حاجة فيها جمال تشرح فنحاول نستخدم المجاملات استخدام استراتيجي ولما نجامل حد ما نجاملش حد مجاملة شكلها مبالغ فيه ما ينفعش ما ينفعش ان انا اقول لحد مثلا الله عينيك جميلة دي مش مجاملة ولكن ممكن اقول الله مكياجك النهاردة عاملها حلو قوي او حلو قوي اللبس اللي انت لبساه او انا استمتعت جدا جدا بالكلام اللي انت قلت او الاكل بتاعك هيل تسلم ايديك للرجال نفس الحكاية انت طويل وعريض ومش عارف لا والله انا مبسوط اقول ان انت رياضي وان انت بتاخد بالك من صحتك وده يخلينا نفكر الشخص اللي قدامنا ده فيه ايه حلو فيه ايه حاجات كويسة فيه ايه خصل كويسة عشان لو فكرنا في الجوانب الكويسة اللي فيه هنلاقي مادة حقيقية للمجاملات اللي بنقولها دي مثلا فيه شخص مثلا روحه خفيفة والدعابة والله ما فيش حد بيعرف يدحك نقدك كده بصراحة يعني انا ما شفتش حد عنده روح الفكاهة وروح خفيفة كده زيك والمجاملة تبقى تبقى صادقة لان المجاملة لو ما كانتش صادقة دخلت في باب النفق واحنا مش عايزين نبقى منافقين احنا عايزين نبقى لينا شخصية جذابة ده كان درس النهاردة في فنون الاتيكيت لحياتنا المعصرة واعتقد ان النقاط اللي انا قلتها تصلح لأي مكان والأي زمان والأي سن والأي تجمع هنكون فيه عشان لما ندخل تبقى شخصيتنا جذابة وروحنا حلوة والناس اللي حوالينا كلها تحبنا اشوفكو في حلقة جديدة من حلقات فن الاتيكيت لحياتنا المعصرة مع حنا العوقات اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر